بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قناة المرأة لتصمين العجو والأبقار الحلاب والجموس حلقة اليوم هنتكلم على كيفية زيادة إنتاج الألبان بنسبة 50% عند الأبقار والجموس أول حاجة هنتكلم عن طرق زيادة إنتاج الألبان وبالتاني حاجة هنتكلم فيها بعض النصائح لزيادة إنتاج الألبان وهنتناقش مع بعض عن أفضل أفضل السلالات لإنتاج الألبان متوفرة عند البلد والخليط والمستورة وفي الآخر هتكلم عن الشروط اللازم توفرها لزيادة إنتاج الألبان في النهاية هنقدم مع بعض خلطة حلاب 19% بروتين بتساعد على زيادة إنتاج الألبان السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله كابل ما ندفل الفيديو إن شاء الله جروب الويتساب اللي عايز يشترك معنا في جروب الويتساب بنزل عليه الحلقات الجديمة والحلقات الجديدة والحلقات حتى المش موجودة على اليوتيوب بنزلها في الجروب الجروب رابط الجروب هتلاقوه أسفل في التعليقات تمام؟ دي الحاجة الأولى الحاجة التانية أتمنى من السادة المشاهدين مشاهدة الحلقة كامل شاهد الحلقة كاملة والله هتستفيد أنا بقدم معلومة مش جاي واحد عايز مشاهداته بس أنا بقدم معلومة وأتمنى من السادة المشاهدين شارك الفيديو شارك الفيديو في الفيس الويتساب في أي مكان خلي إن كل يستفيد أنا عايز الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين هلتكلم الأول عن أنواع الأبقار وبعد كده هتكلم طرق زيادة الحليب أزيدي الحليب الزايد سواء في الأبقار أو في الجاموس إيه هي الطرق وهجدم بعض النصائح وبعدين هجدم خلطة أعلاف 19% بروتين بتساعد على عملية زيادة إنتاج الحليب الأول إحنا في مصر أنا بتكلم عن مصر يا جماعة ممكن فيه واحد تاني حسب الأبقار الموجودة في السعودية في الأردن في الإمارات في العراق في سوريا حسب ما موجودة عندك أنا عندي في مصر نوع البلدي إنتاج قوة إنتاجه من الحليب من 5 إلى 7 لتر عندي الخليط إنتاج قوة إنتاجه من 9 إلى 14 لتر عندي مصطورة قوة إنتاجه من 25 إلى 40 و 45 لتر أهلا بجأة الخضوات اللي بيقول لك عليها دي أو الشروط اللي أنت هتوفرها هتزيد من عملية إنتاج الحليب هتخلي الحليب عندك بدل ما هو في البلدي من 5 لأ هتوصله إلى 7 أو 8 تمام وفي الخليط بدل ما هو 9 هتوصله إلى 14 وإحتمال يوصل 16 كمان في زيادة في الحليب بنسبة 50% تمام؟ أهي الشروط دي؟ أول حاجة نتكلم فيها التخزي التخزي من أهم العوامل الأساسية اللي بترفع إنتاج عملية الحليب تمام؟ لازم العليقة أو الخلطة تكون متوفر فيها جميع العناصر الغذائية متوفر فيها بروتين والطاقة والألياف لازم التخزي يكون فيها برضك العلفة الخضراء العلفة الخضراء بعد التخزي يعني أنا عايزة التخزي علفة خضراء والعلفة المركزة العلفة المركزة تكون من بروتين عالي من طاقة كويسة من قوة ألياف تمام؟ بعد التخزي فيه الرعاية الصحية لازم تكون فيه رعاية صحية بصفة مستمرة أني أوفر بعض التخصينات الكاملة أوفر تجريعات مديدان الكاميرية والمعاوية وتخصينات حم القلاعية وجلد العقد وحم الجلد التلاتيام وحم الموت المفاجئ ده كله وبرضك سرعة عزل العجوء للأبقار المريضة سرعة عزل أبقار المريضة عشان المرض ما ينتسيرش فيها في المزرعة طيب ثالث حاجة العوامل الورثية العوامل الورثية هنا نقصد بها تلعب دور كبير في عملية إنتاج الألبام يعني ما رحش أجيب بقرة بلدي وعايزة تحلب 40 كيلو لو أنا عايز بقرة تحلب 40 كيلو يبقى دي بالمستورة عايز بقرة تحلب 14 كيلو أو 9 كيلو أو 10 كيلو أدي بالخليط يبقى لكل نوع قوة في إنتاج حليط زي ما احنا ذكرنا قبل كده في أبقار إنتاجها لحوم وفي أبقار إنتاجها ألبان وفي أبقار إنتاجها لحوم وألبام لازم تكون العوامل الورثية أن تنتقي تروح السوق وتنتقي نوع ويكون كويس سلالة تكون جيدة سلالة منتجة للألبام العمر برضك العمر تبلغ الأبقار والجموس أعلى إنتاجية للحليف في عمر كان من سنتين إلى خمس سنوات ده الطب بتاعها من سنتين إلى خمس سنوات ده الطب بتاع إنتاج الحليف ثم يبدأ بعد ذلك بالإنخفاض تجريدية بالنسبة للحوم الحمل والولادة خلال فترة الحمل والولادة تنقفض لعملية إنتاج إلى ألبان ثم تعود تجريدية بعد الولادة هنا نقصد بها أن أنت مع الأبقار لما تصل إلى عشر أربع شهور تبدأ عملية إنتاج إلى ألبان تقل تقل لغاية ما أنت في عمر سبع شهور بتعمل عملية تشفيف للبن عشان تستعد للولادة أو دورة إنتاج ألبان جديدة عشان البقرة تستعد صحتها وفي عملية إنتاج ألبان أفضل في الدورة اللي بعدها لازم الفترة دي فترة الجفاف ما تقلش عن شهرين وما زلش عن ثلاث شهور تمام اللي هي فترة الولادة والحمد والجفاف العوامل البيئية العوامل البيئية تؤسل عليها على عملية إنتاج إلى ألبان مثل الحرارة ارتفاعات الحرارة لازم توفر مراوح وتكون الدهوة جيدة عشان ما يكبش فيه ارتفاعات درجات حرارة تأسل وهتخفض من عملية إنتاج الألبان البرودة الشديدة برضك البرد هيخلي ان البقرة تاخد من الغزة التاحة وتولد تدفع وده هيقعود بتأثير على عملية إنتاج الألبان يبقى الحرارة تدفع تكون كويسة في الشتاء والتهوية وتوجد المراوح في الصيف يكون كويس تمام دي العوامل الورثية قلنا العوامل البيئية قلنا العوامل البيئية والحمل الولادة والعمر دي كلها أسباب بتساعد عليها أو مسببات بتساعد لما أنت توفرها بتساعد على عملية إزياد إنتاج الألبان طب نجي بعد كده للنصائح أنا أنصحك بيه أول حد توفير الأعلاف الخضراء مفيش حاسم أنك إنتاج ألبان لازم يكون موجود فيه أعلاف خضراء توفير الأعلاف الخضراء تكون طازجة ما سبهاش تبيت تسخن الأبقار تكلها الصبح بعد كده يكون عملية إسهل مدام سهل فيه خفاض في إنتاج الألبان لأن العالف الخضراء تحتوي على نسبة عالية من البروتين ومن المعادن والفيتامينات فلازم توفر عالفة خضراء للأبقار ثاني حاجة العالفة المركزة تحتوي على نسبة عالية من البروتين يعني كحد أدنى 18% بروتين الحلاب وحد أقصى 22% يبدأ من 22% بروتين إلى 18% بروتين ما تروحش يتأكل لأبقار حلاب بروتين 11% أو 10% شي طبيعي قوة الإنتاجية بتاعته هتجل على الآخر تمام؟ طيب الماء بتاعه الماء يكون نظيف التأكد من أنك بتقدم كمية الماء وتكون نظيفة كمية الماء في صحة الحيوان يعني على سبيل المثال اللهم أصال عليك يا نبي نظافة الأحواض عدم تواجد البكتيريا في الأحواض ده كله بيساعد على عملية زيادة الإنتاج أنت بتحد من وجود البكتيريا والأمراض للحيوان ماذا بالحيوان ما تعرشت الأمراض عملية إنتاج الألبان مستمرة وهتكون في زيادة إن شاء الله فالماء يكون نظيف ويكون وتوفره بالدرجة الكافية لأن لازم يكون يعني ما ينفعش التزيد في الصيف تقول لي هزج البقرة مرة واحدة في اليوم الأبقار مرة واحدة في اليوم لا لو أنت بزرعة كبيرة مقلوقة الماء متوفر بصفة مستمرة مع نظافة الأحواض لو أنت الأبقار بتاعتك مربوطة هتقدم لها المية لازم في الصيف تقدم لها أكتر من ثلاث مرات طول ما أنت تدخل بتقدم المية عشان لازم يأخذوا الكمية الكافية من المية عشان يعني يساعدها لعملية إنتاج الألبان حلب الأبقار بشكل منتظم في مواعيد ثابتة احلب الأبقار بتاعتك في مواعيد ثابتة وبشكل منتظم توفير مكان نظيف وتهوية جيدة برضك من النصاعي مكان يكون نظيف وتهوية جيدة ما يكونش الرواس عالي تحتيهم البقرة تحلب تروح نايمة في الأرض الحلمة لسه مفتوحة تروح الرواس يدخل في الحلمة يسبب التهابات الضرق لا وعشان أتفادى عملية التهاب الضرق وعدم إصابته بالبكتيريا أخلي العلفة بعد الحليب مباشرة عشان أقل تقعد أجل حد نص صعب بتاكل يكون تم عملية إغلاق الحلم تمام إجراء الفحوصات بصفة مستمرة إجراء الفحوصات تمام استخدام التقنيات الحديثة في تربية الحيوانات مثلها هي التوقيع الاصطناعي للتحسين من الصفات الوراثية ألقح تحسين ألقح تلقيق صناعي بصفات الوراثية جيدة عشان أحافظ على نوعية أو جودة السلالة اللي عندي أو أحسنها تمام دي كلها بعد النساء الشروط زي ما احنا قلنا الشروط لا تسيء السلالة الجيدة الصحة التهوية النظافة التغذية يعني تيجي بقى عندي التغذية التغذية في حد اسمها علقة حافظة اللي بتخلي الحيواني يعيش خمسة كيلو يومي علف يومي للبقرة كده البقرة بتعيش بس إيه العليقة الانتاجية إن كل إن أعطتني اثنين لتر ونص لبن اثنين لتر ونص لبن أديها كيلو علف يعني على سبيل المثال عندي بقرة بتنديد عشرين كيلو لبن يبقى تاخد خمسة كيلو حافظ خمسة كيلو لبن خمسة كيلو علف دولة عشان تعيش طيب زائد كام زائد تمانية كيلو آآ تمانية كيلو العشرين كيلو على اثنين ونص طلعب كام طلعب تمانية تمانية كيلو علف ده عشان هي عملية اسمه العلفة الانتاجية عندي علفة حافظة اللي هي بتعيشها خمسة كيلو واثنين ونص لكل لتر لبن لكل لترين ونص لبن لهم واحد كيلو علف عشان زود عملية الحليل تمان ده بالنسبة للتغذية عليقة حافظة وعليقة انتاجية هني يجي هنا للماء احسب ازاكي مية الماء لكل عشرة كيلو لبن لهم كام لكل واحد لا لحسب برحمها بغض لكل واحد كيلو لبن ليحتاج الى خمسة لتر مية يعني انت على سبيل المثال عندك الحيوان بحشرة كيلو لبن معنا عشرة كيلو في خمسة لتر مية معنا عايز خمسين لتر مية ده لو انت عايز تحسر كمية المية طيب الاعلاف زي ما احنا قلنا من تماطع من تماطع من تماطع من تماطع لتنين وعشرين تمام هنيجي بعد كده خلطة الاعلاف خلطة الاعلاف يا جماعة هقول خمسمية دراء مية وخمسين ردة مية كسب فول سوية تمانية واربعين مية مية كيلو كسب كتان مية كيلو كسب بزرط الجو طيب اضافات الاعلاف الهضيفة هي اربع عشر كيلو بودر بلاط عشرة كيلو ملح تسعة كيلو كربونات ستة كيلو ببريميكس حلاب اربعة كيلو ملح مئة ملاح اثنين كيلو خميرة واحد كيلو مضاد سمون دي الخلطة ودي اضافات الاعلاف الخلطة دي جماعة تسعة لاشة في المية بروتين دائم ما زادتش عن تسعة لاشة في المية بروتين يبقى خلطة كويسة تاغذة كويسة كمية مناسبة من المياه نظافة تهوية رعاية صحية فحصات بشكل بستمر دي كل دي كل هذه العوامل بتساعد على زيادة الالبان بس بالزيادة بالنسبة معقول يعني البقرة اللي بتنجد خمسة كيلو اوصلها لتمانية كيلو تمام زد بنسبة مقدار او سبعة ونص ازيد عملية الانتاج بنسبة خمسين في المية البقرة اللي قوة انتاجها عشرة كيلو اوصلها لخمستاشر تمام يبقى انا بزيد من قوة انتاج الالبان بنسبة خمسين في المية بس مش في المية مش مية في المية لا دهنا بزيد بنسبة خمسين بس ده كله توقف على عدة العوامل دي قناة المراعة تسمين العجول اتمنى لو انت استفدت باي شيء يا جماعة باي شيء استفدتم في الحلق دي يالت ادعمنا بلايك واشترك في القناة وشارك الفيديو في صفحات او مواقع التواصل الاجتماعي ورابط الجروب بتاع الويتس اوب موجود اسفل الفيديو وشكرا